اشتركوا في القناة لا أقصد هنا التطرق إلى البرامج والأجهزة المشهورة التي تحتاج لمعدات خاصة بل سأتطرق فقط لتقنيات جد بسيطة وسهلة متوفرة بحواسبنا وبهواتفنا مجهولة عند بعض من يتعامل بشكل مباشر مع هذه الفئة من الأطفال إذن أول أدات سنتطرق إليها هي أدات الراوي هذه الأدات عملي مفيدة جدا لمكفوفنا بصفة عامة ومفيدة أيضا لديعاف البصر خاصة من الأطفال وهم موضوعنا اليوم تمكنهم من سماع كل ما هو مكتوب وظاهر على شاشة الجهاز يعني شاشة الهاتف أو شاشة الحاسوب وتمكنهم أيضا من التفاعل واستخدام كل برامجه هنا سأقدم لكم شرح توضيح فقط لطريقة استخدامها على الحاسوب إذن لتفعيلها أو لاستخدامها أو لإظهارها سنقوم فقط بالنقر على هذا الاختصار من لوحة مفاتيح كونترول ويندوز انتري بعد ذلك ستظهر لنا الأدات كما تلاحظون الأدات بصفة تلقائية تقرأ أي شيء على شاشة الحاسوب كما تسمعون بطبيعة الحال هناك مجموعة من الأوامر ومجموعة من الإعدادات التي يجب أن تكون مليما بها لاستخدام هذه الأدات بشكل صحيح أو بشكل أمثل على سبيل المثال فقط إذا أردت مثلا إيقاف الصوت يمكنك فقط نقل على الزر كونترول أيضا إذا ما أردت إيقاف الأدات بصفة نهائية ستنقل فقط على نفس الزرار السابقة كونترول ويندوز أونتري كما ترنا معي طبعا في الوجهة التي ستظهر لكم في أول الأمر ستجدون فيها مجموعة من الأعلومات مجموعة من الأوامر مجموعة من الشروحات كافية لإتقان استخدام هذه الأدات كما ترنا معي هنا طرق التعامل مع لوحة المفاتيح أيضا طرق تنقل بين ما هو موجود بشاشة الحاسوب أيضا قراءة الكلمات أو طرق قراءة الكلمات والحروف أيضا تنقل بين العناوين كما ترنا معي أيضا طريقة استخدام أو تنقل بين مجموعة العناصر المتشابهة أيضا طريقة الكتابة في أماكن الكتابة بالنسبة لكتابة فأي شيء تكتبه ينطق يعني جميع الحروف التي تنقل عليها تنطق أيضا ستجدون طريقة التعامل مع الأزرار والأوامر كما ترنا معي في الشاشة هنا أيضا طريقة التعامل مع زر الراوي وهو هذا الزر بلوحة المفاتيح أيضا ستجدون مجموعة من الأوامر الهامة هنا كما ترنا معي صراحة هذه الأدات رائعة جدا لمن يعاني من فقدان البصر ستمكنه من استخدام الحاسوب بشكل عادي تقريبا والاستفادة منه أيضا كما ترنا معي من هذه الواجهة طريقة استخدام صفحة الويب أيضا هنا خلاصة إذن هذه هي الأدات بشكل مبسط وموجز بطبيعة الحال لمن يريد إتقانها فعليه مراجعة جميع هذه الأوامر واستخدامها وتجريبها بطبيعة الحال على حاسوبه إذن الآن سننتقل إلى شرح توضيحي لطريقة هذه الأدات بالهاتف أيضا كما قلت لكم من قبل أن الهاتف يوفر لنا هذه الأدات ولتفعيلها في العاتف فسنقوم فقط بالذهاب دائما إلى إعدادة العاتف بارامتر ثم بعد ذلك سنقر على أكسسيبليتي بعد ذلك سنذهب إلى لكتور ديكو ثم سنختار ثم سنختار ثم في الأخير على أتوغيزي كما ترون معي تم تفعيل الأدات الآن أي شيء أنقر عليه بأصبعي على شاشة الحاسوب على شاشة العاتف سيتم قراءته وسيتم إعلامي كما ترون معي بما هيته كما ترون بطبيعة الحال بطبيعة الحال للنقر على أي زر أو استخدام أي زر أو استخدام أي أمر سأنقر عليه نقرتين كما ترون أو كما تسمعون معي نفس الشيء سأقوم به إذا ما أردت مثلا إلغاء تفعيل هذه الميزة بالهاتف سأقوم بنفس الخطوات التي قمت بها لتشغيلها أوك أدت حقاً رائعة صراحةً ومفيدة جداً لمن يعاني من ضعف أو فقد البصر يمكن أن نستغلالها في الأنشطة التي تحتاج إلى الهاتف أو الحاسوب مع الأطفال دوي إعاقة البصرية الآن سأنتقل إلى طريقة كبير الشاشة شاشة الحاسوب وشاشة الهاتف بطبيعة حال هذه الطريقة هي أيضاً عملية في حالة محتوى الدقيق والمصغر بالحاسوب أو بالهاتف وجد مفيدة خاصة لأصحاب نظر ضعيف سأتقسم معكم طريقة تسخدامها بأسهل وأسرع طريقة إذن بالنسبة للحاسوب فهذه هي الطريقة كلنا نعلم طريقة كبير الخطوط كما ترون أيضاً نعلم طريقة كبير صفحة الورد لكن ماذا عن القوائم بالورد ماذا عن الأشياء التي لا يمكن تكبرها كما ترون معي مثل هذه الأشكال مثل قوائم مثل أوامر الطريقة التي سنستخدم هنا نقر على اختصار ويندوز زائد بعد ذلك لاحظوا معي هنا ستظهر لنا المكبرة مكبرة نظام تشغيل بالنقر فقط على زائد سأقوم بتكبير الشاشة كما ترون معي الآن يمكنني التنقل بداخل هذه الشاشة وهي مكبرة بهذه الطريقة كما ترون معي كما ترون معي صراحة أداة رائعة ومفيدة جدا أيضا يمكنني اختيار مثلا هذه المكبرة بهذه الطريقة يعني مكبرة منفردة لتكبير فقط الجزء الذي أريد كما ترون معي هذا خيار ثاني لهذه المكبرة أيضا أيضا لدينا خيار ثالث وهنا ستقسم الشاشة إلى نصفين بطبع الحال يمكن التحكم بمساحتهما من هنا كما ترون معي لكل جزء مساحة معينة التكبير يظهر أعلى الصفحة لأي شيء أستخدمه بالأسفل كما ترون بطبيعة الحال توجد العديد من الإعدادات الأخرى لهذه المكبرة فقط ونقر على option هنا ويمكنك التعديد على هذه الإعدادات كما تشاء يعني حسب ما يناسبك أنت فقط أو حسب ما يناسب طفل ذي الإعاقة البصرية إذا الآن سنمر لشرح الطريقة بالنسبة للهاتف إذا مثلا أريد أن أستخدم برنامج باوربوينت بالهاتف أو يريد الطفل ذي الإعاقة البصرية يعني ذي الضعف البصري يستخدم هذا البرنامج بطبيعة الحال فالأيقونات أيضا العنوي الأسماء فهي صغيرة جدا ويصعب عليه تحديدها أو قراءتها بشكل عادي وتضيعي لكن بالهاتف يوجد حل جد بسيط لتكبير أي شيء يعني تكبير الشاشة فقط بالنقر على الشاشة ثلاث نقارات متتالية كما ترون معي الآن يمكنني تكبير أي جزء من شاشة الهاتف باستخدام الأسبوعين فقط بعد نقر ثلاث نقارات كما ترون معي يعني كيفما كان ما يظهر أو شيء صغيرا على شاشة الهاتف سأقوم بتكبيره بهذه الطريقة الطريقة سأستخدمها مع أي شيء يظهر بطبيعة الحال على شاشة الجهاز أو شاشة الهاتف بطبيعة الحال هذه الطريقة غير مفعلة بشكل ترقائي لتفعيلها سنقوم فقط بالذهب إلى إعدادة الهاتف بعد ذلك سنقوم بالذهب إلى Accessibility ثم بعد ذلك سأقوم بالذهب إلى Amelioration of the visibility ثم في الأخير سأقوم على Agrandissement ثم وسأقوم بتفعيل هذه الميزة ثم كما ترون معي هنا بالصورة النقطتين الليمونتين يعني أسبوعين يعني طريقة كبير ما هو موجود على شاشة الهاتف كما ترون بطبيعة الحال إلغاء هذه الميزة بنفس الطريقة السابقة إذا الآن سأمر إلى طريقة تكبير الأيقونات على سطح الشاشة غالبا ذوي الإعاقة البصرية يجدون مشكلة في التعرف على الأيقونات خاصة إن كانت صغيرة إذا هنا سأشرح لكم طريقة بالنسبة للحاسوب كما ترون معي هذا حاسوب هذه الأيقونات بطبيعة الحال بالنسبة لذوي إعاقة البصرية أو لمن يعانون من ضعف النظر فهذه الأيقونات جد صغيرة بالنسبة لهم إذا بالنسبة لطريقة تكبيرها فهناك طريقة جد يسيرة سأطبقها الآن لاحظوا معي أقوم بتكبير الأيقونات الآن كما ترون معي بأحجام مختلفة أو تصغيرها كما ترون طبعا هذه العملية أقوم بها الآن فقط باستخدام اختصار من لوحة المفاتيح مع الفأرة هذا هو الاختصار أنقر على الزر وأحرك هذا الزر بالفأرة الزر الدوار لغولت طبعا توجد طريقة أخرى هنا على سطح المكتب بالنقر على الزر فأرة الإيمان ثم اختيار أيقونات إما كبيرة إما متوسطة إما صغيرة لكن هنا الأختيار أو الخيار محدود جدا أفضل الطريقة الأولى والتي تمكنني من الحصول على أي قياس ما أريده للأيقونات إذا الآن سأنتقل إلى طريقة بالنسبة للهاتف يعني تكبير أيقونات الهاتف بطبيعة الحال الطريقة بالهاتف موجودة نقوم دائماً بالدعب إلى إعدادة الهاتف ثم بعد ذلك نقوم بالدعب إلى أفشاج بعد ذلك نقوم بالدعب إلى أفشاج ثم من هنا سأقوم فقط باختيار أكبر قياس الأيقونات وهو هذا القياس ثم نقوم بالدعب إلى أفشاج نفس الشيء بالنسبة للخيار الثاني يعني شبكة التطبيقات دائماً أختار أكبر قياس ثم نقوم على أورجستري كما طرنا معي الآن قمت بتكبير الأيقونات على هاتفي ميزة فعلاً رائعة لمن يعاني بطبيعة الحال من ضعف البصر الآن سننتقل إلى طريقة كبير حجم خط نظام تشغيل جهازي يعني الخطوط التي تظهر لنا بالحاسوب كيف نستطيع تكبيرها يعني الخطوط التي تكتب بها جميع الأوامير على النوافيد على المجلدات كيف نستطيع تكبيرها بطبيعة الحال فهذه الطريقة مفيدة وعملية ومتاحة للحاسوب كما هو الأمر على الهاتف فقط لكل نظام تشغيل طريقة معينة سأشرح الطريقة بطبيعة الحال على نظام تشغيل ويندوز للحواسيب لأنه هو الأشهر وهو الأكثر استخداماً بالنسبة إلينا أيضاً بالنسبة للهواتف على الاندرويد هذا لا يعني أن هذه الطريقة غير موجودة على الأجهزة الأخرى أو على الأنظمة الأخرى فقط قم بالبحث على في اليوتيوب مثلاً ستجد طريقة فقط هناك لا أطيل الشرح والفيديو أتطرق فقط لما هو مشهور وما هو متداول بشكل أكبر عند أغلب الناس بمنطقتنا إذن بالنسبة للحاسوب كما ترون معي لاحظوا معي الآن حجم الخط المكتوب بمثلاً أسمع هذه المجلدات إذا سأقوم فقط بالنقر على زر ويندوز بعد ذلك أذهب إلى إعدادات النظام أذهب إلى أضع 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 بعد ذلك لاحظوا معي من هذا الخط يمكنني الآن تكبير الخط كما ترون خط النظام ثم أضع على الزر أضع 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 حيث أضع 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 ثم بعد ذلك أفشاج بعد ذلك أقوم بالنقل على الآن من هنا يمكنني إعطاء حجم معين للخط سأختار مثلا هذا الحجم كما طرنا معي هنا كما طرنا معي هنا تمت عملية كبير إذن بالرجوع إلى شاشة العاتف ستلاحظون الفرق ليس هذا فقط بل حتى تصبيقها تلاتي تستخدمون سيتم تكبير الخط عليها كما طرنا معي بالنسبة لتصبيق الفيسبوك الخط أصبح كبيرا وأصبح واضحا الآن سأمر إلى ميزة كبير حجم سعم مؤشر الفقراء كثيرا ما نعاني نحن أيضا من تحديد مكان مؤشر الفقراء لكن هذا الأمر يصعب أيضا على من هم من يعانون من ضعف النظر كبير حجم سعم مؤشر الفقراء هذه الطريقة أيضا هي عملي مفيدة جدا خاصة لمن يعاني من ضعف النظر لأنه يصعب عليه في بعض الحالات تحديد أين هو مؤشر الفقراء إذا الحل بالنسبة لهؤلاء هو فقط تكبير هذا المؤشر إذا بالنسبة للطريقة وبطبيعة حالية خاصة فقط بالحاسوب فهي ببساطة بالذهب إلى ويندوز ثم بغامتر بعد ذلك النقر على اوبسون ديرغونومي ثم كيرسور لاحظوا معي هنا من هذا المستقيم يمكنني تكبير حجم مؤشر كما ترون معي بهذه الطريقة فقط هنا الحجم لا يظهر بشكل حقيقي ربما هناك مشكل في التجيل من هنا بطبيعة حال يمكنكم أيضا تغيير طريقة ظهور هذا المؤشر كما ترون معي في الصورة وليس في الفيديو لأن هناك فقط مشكل في التجيل من هنا يمكنكم إعطاء أي لون للمؤشر على حسب ما يرتاح له الشخص أو التلميذ دي الإعاقة البصارية أيضا من هنا يمكنكم تكبير المؤشر لكتابة الإداري بشكل أوضح بالنسبة لمن يعانون من الضعف البصاري بطبيعة الحال بالدهاب إلى هذه الإعدادات الأخرى هنا والنقر على أبسون سيبليمونتر هنا بالنسبة للفأرة وبالدهاب إلى أبسون دي بوينتر هنا من هذا الخيار يمكنني استخدامه إذا ما أرد أن أرى الأثر لزر الفأرة كما ترون معي فقط لإظهاره بشكل أوضح أيضا من هنا باختيار هذا الخيار يمكنني معرفة مكان زر الفأرة في أي لحظة أريد فقط بالنقر على الزر كما ترون معي ستظهر لدائرة تحدد لي أين هو هذا الزر كما ترون طريقة صراحة جد رائعة و جد مفيدة ثم في الآخر نقر على الزر أوكي بطبيعة الحال الآن سأمر إلى الإفادة السادسة وهي طريقة كبير صفحات الويب بطبيعة الحالة هذه الإفادة معروفة عند أغلبية لكن فقط سأتطرق لها فقط ربما هناك من لا يعرفها خاصة من أولياء الأمور ممن لا يستخدم الحاسوب كثيرا إذا بالنسبة للطريقة بالنسبة للصفحات فمثل مثلا هذه الصفحة فبالنسبة لمن يعاني من ضعف البصر سيستعصي عليه وسيسعب عليه قراءة هذا المحتوى لأن الخط كما ترون معي بهذه الصفحة صغير جدا إذا بالنسبة للطريقة لتكبير محتوى هذه الصفحة فكيف فقط نقر على هذا الاختصال كنترول زائد كما ترون معي لتكبير صفحة كنترول زائد كنترول زائد أو كنترول ناقص للعكس أو كنترول صفر للعودة إلى نفس الحجم الطبيعي للصفحة أو فقط يمكنك الذهاب إلى هذه النقاط هنا والنقر هنا على ناقص لتصغير أو زائد لتكبير طريقة جد بسيطة وعملية صراحة هذه الطرق صراحة عملية ومفيدة لسفقة لمن يعاني من ضعف البصر لكل مستخدم للحاسوب لكل مستخدم لجهاز الهاتف قد يحتاجها في أي لحظة من اللحظات خاصة مع المحتوى الدقيق والصغير بالنسبة للهاتف فنفس الطريقة التي سبق وان شرحت بالإفادة رقم 4 تفي بالغرض يعني تكبير خط الهاتف يفي بالغرض عند الدخول إلى أي تطبيق خصوصا المتصفح سيتم إظهار المحتوى بشكل كبير فقط بين قوسين استخدمت هنا الشرح على الواجهات الفرنسية لأن أغلب من ينصت لي الآن وأغلب من يتابعوني وأغلب المغاربة يستخدمون الواجهة الفرنسية بحكم مجموعة من العوامل لهذا استخدمتها في الواجهة ولم استخدم اللغة العربية أو الإنجليزية بالنسبة لمن لدي هذا المشكل يعني يستخدم اللغة العربية أو يستخدم اللغة الإنجليزية ما عليه إلا اتباع والانتباه إلى الأيقونات يعني أيقونات الزرار التي أنقر عليها غير هذا يمكنه اللجوء إلى ترجمة بطبيعة الحال أو يمكنه البحث في مصادر أخرى وفي الأخير أشكركم جزيل الشكر على حسن انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي